السلام عليكم مشاهديني كرام أهلا وسهلا بكم هذه حلقة جديدة من برنامج خدمتكم مشاهديني كرام حلقتنا اليوم حلقة ستكون خاصة بمؤسسة الشهداء هذه المؤسسة العريقة اللي يضم فئات ثلاثة تهتم بخدماتهم بمعاملاتهم بإنجازها خلال فترات التقديم المعاملة وإجراءاتها نحن اليوم سنصلط الضوء على هذه المؤسسة الكبيرة للضم والأسف آلاف من الشهداء والجرحة اللي هي الظروف وضعتنا بهذه المؤسسة أن نضع هكذا مؤسسة وللأسف أن نقولها مو لأن طعنا بخدمات اللي تقدم من قبل هذه المؤسسة بل بالفكرة الأساسية أن نكون شهداء كانوا شهداء في زمن طاغر في نظام البائد وأيضاً لحقتها داعش والحروب اللي خاضى العراق وأيضاً ما بعدها هؤلاء الجرحة اللي صغطوا الكثيرين واللي حد الآن بعض من عدهم لم يستلموا كامل حقوقهم كانوا شهداء من نظام البائد وحتى الآن لهذا السبب أريد نعرف ما هي المشاكل والعراقيل اللي توقف أمام هذه الشريحة الكبيرة اللي لم تستلم حقوقها لبعض منها لحد الآن تصنع بالأخوة في مؤسسة الشهداء ونشكر مع الوزير الأستاذ عبد الله هنا اللي بصراحة هذا الرجل متعاون بشكل كبير جداً مع الإعلام نقدم له كل الشكر والتقدير بصراحة من هذا البرنامج كون دائماً هو سباق أول من نرفع التلفون على جنابة أو أخوان بسكرتارية نقولوا إحنا جاهزين هذه المؤسسة وضعات لخدمة الناس وإحنا بخدمة الإعلام أيضاً لأن كونه يوصل رسالتنا عبر هذه الوسائل يعني أنا كمقدم برامج يعني هاي أحسبها لهم الأمانة بين بعض دوائر الدولة ولحد الآن غير متعاونة مثال أمثلة كثيرة وزارة الدفاع وغيرها وغيرها ما كناك تعاون كبير طبعاً والأغلبية هم خائفون يعني يقول لك أنا خاف خاف التعلق لا أخاف أكو ملفات فساد تظهر لي خاف أكو أشكاليات لكن أكو أبياء تقول المفلس بالقافلة أمين يعني فكله كان ما أعدي شي وأنا دعمه وفق القانون وفق السياقات فما أعدي ما أنا أطلع على الشاشة واتحدث بكل وسائل فنرجع ونقول شكراً جزيلاً مرة أخرى لعاسة مؤسسة الشهداء وكل الأخوان المنتسبين اللي دي قدموا خدمات هذا الأطراع هاي سيقول لنا سيقول لنا بعض يقول عنها لهذا الأطراع ممكن بيها جنب صح وبيها جنب بيها شوية مغالاة بالأطراع ممكن عندنا مشاكل ما تحل خاصة في مؤسسة الشهداء فلهذا السبب رح نفتح الاتصالات أفتاع البرنامج اللي أدى إشكالي أدى استفسار رحنا هذي المؤسسة نحن بخدمتكم ورح يكون ضيفنا أيضاً رح يكون هو الوسيلة لإيصال المعلومة إلى السادة المسؤولين وممكن أن يكون هو أدى المعلومة ورح يتم الإجابة عنها بشكل مباشر بعثنا سيد عبدالله النائل والسيد موسى أيضاً أخ عزيز وأستاذ عزيز علينا الأستاذ مالك السراج مدير إعلام وعلاقات مؤسسة الشهداء نرحب بك أجمع ترحب أستاذ مالك حياة الله دكتور حازم بداية أنا مدير قسم الإعلام شكراً للاستضافة أولاً وبعد الحديث تحية لكل عوائل شهدائنا وجرحانا اللي بدلة والغالي والنفيس حقيقة نحن اليوم جالسين هذه الجسة مع جنابكم بفضل تضحياتهم اليوم لما تضحيات الشهداء تضحيات الجرحة أكيد ما يكون أكون شيء اسم عراق ولكن الحمد لله بفضل هذه الدماء سيبقى العراق شامخاً وهم مثلاً نقول الشريحة الأكبر والأهم اللي يجب كل السلطة وكل الدولة وكل الشعب أن يكون يعني محل احترام وإجلال وتقدير لهذه التضحيات أحسنتم وشكراً لي يعني كرمتك وثنائك أنه عفوه لا هذا واضح لعله يكون حسن ظن الإعلام وحسن ظن يعني ذوي الشهداء أولاً أحسنتم وهذا واجبنا وواجبكم أيضاً أكيد أنه نكون كلنا نكون في خدمة هذه الشريحة الكبيرة وأكيد مثل ما تفضلت شهدائنا نحن بفضلهم حسنا جالسين في هذا المكان نعم نتحدث بأريحة وعندنا حكومة وعندنا برلمان وعندنا وناس بدنا مش مش أطولة لكن هناك شيء مقابل أكيد 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 دماء زكية أكيد ولان السيد شهداء القادة أكيد النصر أكيد الشهيد القائد البطن أبو مهدي المهندس نعم ورافيق دربة رفيق دربة الحاج قاسم سليمان رحمة الله على رحمة طاهرة وقواتنا الأمنية لقدم التضحيات وما زالت تقدم التضحيات أكيد يعني بالأمس أحد إخوان هنا العاملين كان ابن عم استشد في الرطبة وغيرا اليوم زفوا بالأفس الشهادة مثل ما عراش تم قدمتك يعني نقول إحنا للأسف يعني إحنا محظوظين بأنه هناك جهة رسمية تعنى بهالعوائل ولكن للأسف إحنا نضحي الدماء إلى متى هذا يكون التضحيات لكن هذه الدماء يعني هل هي فعلة نالة حقوقها كامل حقوقها تعرفها يعني هاي الدماء السالت وراها عوائل وأيتام وأرامل أثناء الحديث راح يكون عندنا مجموعة أسئلة أستاذ ماكو إن شاء الله يكون يساء صدرك على هذه الأسئلة نا أكيد قلنا لكم وقتنا لكن خلنا نتعرف على مؤسستكم هذه المؤسسة المن تشمل ما هي صلاحياتكم ما هي الدوار بمسمياتها حتى يكون معلومة المواطن عراقي ديس مشاهد دكتور حازم مؤسسة الشهداء هي مؤسسة يعني حكومية مقرة بالدستور العراقي بمادة مية وأربعة اللي نصت بأنه تؤسس مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء تعنى بعوائل الشهداء هذه المؤسسة لها قوانين نافذة شرعت من قبل المشرع العراقي في مجلس النواب وأجرة مؤسسة مؤسسة على هذه القوانين لشمول أكثر المضحين من الشهداء والجرحة تعمل وفي قانونين قانون 2 لسنة 2016 اللي هو خاص المعدل نعم معدل قانون شهداء ضحايا جراء حزب البعث وقانون وكذلك ضم شهداء الحجد الشعبي وكذلك القانون رقم 20 2009 المعدل بـ 57 لسنة 2016 اللي هو قانون يضم شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية وكذلك جرح العمليات الارهابية من القوى الأمنية وجرح الحجد هؤلاء فصل نعم ولكن كحقوق وامتيازات أكيد ترجع من ضمن قوانين المؤسسة تطمنها كقوى الأمنية كشهداء الدفاع الداخلية جميع قوى الأمنية بالإضافة إلى شهداء جرح الحشد جرح لذلك القوات يشملهم قانون 57 سنة 2015 بل هو نصدف حقوق الشهداء لا هو الجرح يختلف حقوق الجرح تعرف نسب معينة من 30 إلى 75 95% نسبة التضرر جراء العمليات حربية واخطاء عسكرية وعمليات رهابية هذا يكون استحقاق وكذلك امتيازات بموازات الشهيد باعتبار 75% يعني أعلى درجة مثل ما يقول 75% فما فوق هو يعتبر امتيازاته وحقوقه كالشهيد وأما النسب المتنازل إلى 30% هو مختلفة الامتيازات والحقوق عدنا كمؤسسة شهداء عدنا أربع دوائر عامة هي دارة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث دارة الشهداء العمليات الحربية والخطاء العسكرية والعمليات الحربية ودارة الشهداء الحجد الشعبي ودارة الشؤون وحماية المقابر الجماعية بالإضافة للدوائر الساندة دارة الدارية والمالية دارة القانونية ودارة الاقتصاد والاستثمار ودارة العلاقات العامة والإعلام وتوثيق جرائم حزب البعث اللي أنا احد متسبيها. حقيقة اليوم ان الشرف حقيقة انا كموظف في المؤسسة من عام 2013 ان اكون بخدمة هؤلاء العوائل. هؤلاء العوائل اه قدمت الغالي والنفيس. مهما نقدم لها. مهما نبدل من جهد. مهما نقدم من يعني تعب. هو قليل مقابل ما تم تقديمه. انه كمجتمع عراقي. جيد. يعني استاذ مارك فاليوم سألت احد الاخوان الموظفين انتم يعني شريحة منو انتم موظفين. قال احنا اغلبيتنا او بالمجمل من عوال شهداء. اعرج على هذا الموضوع. الموضوع المؤسسة يعني اه كانت من 2007 الى 2014 كانت فقط مختصرة على شهداء ضحايا اه جرائم حزب البعث. ولكن بعد تعديل القانون سنة 2015 طحايا الارهار. اه تم اضافة هذه الشرائح الى المؤسسة. طبعا اريد اخل نقطة استفهام على الاضافة. تم اضافة هذه الشرائح وهذه الدوار بدون اي تخصيصات مالية. فقط اخذوهم هؤلاء الشهداء من مجالس المحافظات. وقرر قانون لحقوا شهداء الحشد الشعبي بشهداء ضحايا جرائم حزب البعث بدون اي تخصيصات مالية. اه. يعني عقود صارة? لا 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 انا اقصد اه حقوق وامتيازات. ولكن كموظفين اختصروا فقط على شهداء اللي هم ودوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث. لم تعطى اي درجة وظفية جديدة للمؤسسة. فقط. الحذف والاستهداف وبعض الدرجات الخاصة بالموصول السياسي. اذن جيد. انا هدف السؤال هو الكل المتسبين هم من عوائل الشهداء. عوائل الشهداء نعم. هذا طبعا هو الى اكيد. وقع نفسي اكبر. يعني هذا حسب المعانات اللي دي قدمها. اكيد. انا بصراحة هاي الميزة مهمة جدا. يعني اعرج على كلامك دكتور حاسم. اكو بعض يعني للأسف يعني حقهم. شهداء يعني ذوي شهداء ضحايا الارهاب. ذوي شهداء الحشد. صحيح. حقهم من يطالبون بمسألة التعينات. ولكن درجات تقصصية يعني هو من اختصاص وزارة المالية. والعبد الان هاي سنة. وان شاء الله. صح هاي المشكلة. نتأمل. سعد من كربلاء. نتأمل. سعد من كربلاء. تفضلوا لاستاذ مالك. السلام عليكم سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. عمر سعد. اه اه اه. بنازحنا الوجه سؤال للأستاذ القاضل. اي اتفضلوا. حيا كله. سعد مالكو ياك. حيا كله سعد. سعد من عزيز. حيا كله. الله يأتي من على الشغل هذا وعلى هذا. نشرف. نشرف. نشرف بك. نشرف. يعني عندي شهداء اثنين. نعم. شهداء زحايا الارهاب. نعم. اهلا وسهلا بك. الله يسلم. كانت هناك البغداء لتحولي ستحاليا نستربلاء. نعم. الى حد الآن قطعة خلطة معامل السلم. وعنده العلماني عندي شهدين. نضحها الارهاب. اه من الالفين وسته. مم. طيب. ساسعد انت مسكنة بغداد. اه. مسكنة بغداد. اه. مسكنة بغداد. اه. ما مستلمين. لا قطعة الارض لا منحة مالية. كبدل نقدي. يعني كوحدة سكنية. كل شيء ما مستلمين. اه. كل شيء ما مستلم. لا واحدة سكنية. ولا قطعة ارض. كذوي شهيد يعني. كذوي شهداء يعني. انت اخوتك الشهداء حدثتني. اخوه من الزوجين. لو يعني ما من الزوجين. ولدي ما من الزوجين. ولدي بالعرهاب. اولادك لو اخوتك. بلاز احمد الساد سعد. لا لا ولدي ولدي ولدي. كلا يا رحمه. الساد سعد بس خلي اه يعني انابهك على موضوع. احنا قبل فترة السيد الرئيس المؤسسة اه طلق موضوع البدل النقدي. اه. الخاص بضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية. عدك علم بهذا الموضوع? قطعة اتصالات خبار. للاسف. حدث. اه. الساد سعد يعني اه موضوع البدل النقدي اه كقطع اراضي بغداد صعب. حاليا صعب. هو رئيس المؤسس. رئيس لا او يقول انا مسكنت بغداد. اه. بس انتقلت حديثا لكربلاء. زي. شوف هما ذوي الشهداء يستثنون. باقراء. من محل سكنهم. اه. او محل تولدهم. محل ولادة. مستثنين. في كل المحافظات. في كل المحافظات اكو توزيع الحمد لله. ولكن اكو ذوي الشهداء يقولون احنا مثلا قطعة الارض. يعني اه جوز ما نستفاد منها. اكو للاسف اكو لعض المحافظات. اه. ما بتعاونين بهذا المجال. صح. يعني اكو قطع اراضي مناطق لها يعني يحتاج لها وقت حتى تكون صالحة للعيش. صح. تعرف خدمات وكده. صح. فرئيس المؤسسة من هذا الباب. وحقيقة محافظة بغداد من اكثر المحافظات تضررا من شهداء ضحايا الارهاب. ليش? لان قطع اراضي ما كوا. ما عدهم. صح. اه مسألة البدن النقدي ما موجود بالموازنة. اه. لهم ضمنهم وين؟ ضمنهم بقانون الدعم الطارق. الطارق. ضمنهم ومبالغ ما اديه لهم. اه تقريبا ميت مليار. اه رئيس المؤسسة. حاليا طول الاستلام. ولكن احنا سبقنا هذا الموضوع. اه. رئيس المؤسسة سبق هذا الموضوع. من خصصوا المبلغ اللي هو ثلاثمائة مليار رح رجلك شنو هاي ثلاثمائة مليار رح تتخصص. ميت مليار منعدها هو خاص ب اه موضوع البدن النقدي ضحايا الارهاب. وخاصة في محافظة بغداد اللي هو متوزعة قطع اراضي. البدن النقدي مين يستلمه? اللي ما يستلم قطعة ارض. وما يستلم وحدة سكنية. مه. ضحايا الارهاب اللي هم خمسين مليون. الله عفوا. هو هذا اكو سؤال هسا عليها. زين. اللي قضية اكو فروقات ايضا. من ضمنها المبلغ. لا لا. البدن النقدي يختلف عن الفروقات. البدن النقدي لضحايا شهداء جرام حزب البعث. اهه. اقلوا بعد ما مستلمين? نعم. للأسف. لا لا يبنا الله. للأسف. اقول بانه يعني تقريبا اكثر. يعني مؤسسة ما صارها اليوم او البارحة. صارها سنين. مو انت انا اقول لك شنو. موضوع المؤسسة هي فتية. مؤسسة. صارها شقدر المؤسسة? يعني الفين وسبعة. صح لو لا. لا اصني. انا قصدي هذا خلي الحكومة مو خلي المؤسسة. انا المفروض ان تخصصها تغطي لولا لولا شهداء ما صارت حكومات. تم توزيع موبالو. لكن من الفين واربعة عشر حد الفين وتسعة عشر ما كتخصيصات مالية. مسألة البدل النقدي كتاب رسمي بالموازنة يعني اه يتوقف منح البدل النقدي ويعوض بقطعة الارض او الوحدة السكنية. وكي اصلا مقتصد. وحدة السكنية وان. ما عندها مجمعات الاسف. خلنا اخذه بكرار. يلا خلشنا بكرار. بس لكنا نجاوب ساد سعد الموضوع البدل النقدي. البدل النقدي. ايه. اعتقد اقول عندنا ايش اسئلة. ايه. تفضلوا اخوي ام كرار. منك من ذيقار. ام كرار. ام كرار من ذيقار. قضع على الاتصال. اوكي لعا خلنا نستمر على الجو. البدل النقدي وجه رئيس المؤسسة بانه اه موضوع الدعم الطارئ. اكو مبالغ خصوصة للبدل النقدي 100 مليار. فوجه كل محافظات بانه ضحايا الارهاب اللي يمتلك اكثر من شهيد. يروح حدث معلومات اوين بالمديريات اللي بالمحافظات. حتى ان شاء الله متجين المبالغ يتم توزيع اليهم كجزء من بدل النقدي. جزء. هو خمسين مليون. خمسين مليون. ولكن الجزء ببداية اكم اقترحات يعني كمبلغ عشرة مليون. حتى يعني ناخد اكثر. اكثر فئة ناخدها تعرف. حتى ما نقول هذا خمسين. ميتين وخمسين الف. يا شهيد وجه ريح. ميتين وخمسين الف ضحايا. اكثر. ميتين وخمسين الف ضحايا لعمليات الحربية والقطاع العسكر لعمل الترهاب. شو قدر توزيع. ودول ما مستلمين. ذاك من ذاك اللي مستلم محدة سكنية او مستلم قطعة ارض. شو صادمالك احنا حديثا حيستمخ شاء الله. بس او مكرر يعني نرجع للتصالب. امكرارك فضل امكرار. امكرار من اليقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. السلام. اشترك الساد حازم. في دول عمرك. على راسي. الساد حازم بل ازحنو. انا عندي شهيد ضحايا الارهاب. الشهيد عسكري. العفو ضحايا حز البعث. واضح. حز البعث بالعفو. والساد الشهيد عسكري. انا خابطك سابقا وتصوبيه جزاكم الله. الخير. خدمتك. الساد اسئل على موضة تراكم. انا قدمتها من الشهر الصامس. على موضة تراكم حولتها كان عسكري. فما ما يكون مستمسك عسكري. على موضة المدني حولتها على المدني. جزاكم الله. لحظة لا محظة تطلبين. ابس الاجراءات انا قدمتك. استاذ مالك. طيب. ابو كرار يعني هو شهيد عسكري وحول مدني بعدم امتلاك يعني استمسكات الدل ثبوتية. نعم. الفروقات الخاصة برواتب المتراكمة هي تابع علما لهيئة التقاعد. هي التقاعد الوطنية. هي مسؤوليتها. المؤسسة هي مجرد يعني مخاطبة لهيئة التقاعد. قبل تقريبا يعني مدة يعني ما جاوزت الاسبوع. كان هناك لقاء بين رئيس المؤسسة وهيئة التقاعد باستضافتهم في لجنة الشهداء والضحايا والميابي السجنة سياسيين. كان هناك موضوع مطول على الحديث مطول على موضوع الرواتب المتراكمة. تم استعراض عدد الشهداء اللي يعني تم دفع لهم رواتب متراكمة. كان رئيس المؤسسة عدد اثباتات بالكتب المزودة من المؤسسة لهيئة التقاعد. كان هناك رأي بانه يتم صرف كجزء من هذا الرواتب. واكيد المؤسسة متابعة هذا الموضوع وهي هئة التقاعد. وان شاء الله نتأمل بانه هئة التقاعد تتحرك على هذا الموضوع. بانه له حتى جزء توزع. ومستقبلا تشمل مو يمكن القضية. لا لا هو هئة التقاعد. ابو كرار سمعت ابو كرار? مع ذلك مع ذلك يعني اذا اه يعني نقدر مثلا ناخذ رقم مبعد البرنامج. ابو كرار. ونقدر نتواصل ويا. نشوف للمعاملة وين وصلت. ابو كرار تسمعني. وياك استعر وياك. اه لا سيدوا التليفون الاخوان بالستوديو. راح ياخدوا رقم تليفونك. وين شاء الله يتواصل وياك. انا برسم الخدمة. جزاك الله خير. منوني بخدمتكم وبكرار. جيد. تحدثنا عن البدل النقدي يعني قضية. وهي مشكلة مع يعني يعني يعرف اسه مثلا ابو كرار. ذا بهب خانة مؤسسة الشهداء. انا رد نفصل هادا القضية. يعني هل من المحقول التقاعد وهذا صندوق اللي عندها صندوق التقاعد وكذا. ما عادها الاموال كافية يسد ويستحقاكم يعني. يعني المفروضة كميزانية خاصة. هيئة التقاعد الوطنية. نعم. من ضمن المؤسسة. يعني كان هناك اجتماع مطول اسبوع الماضي تقريبا يوم الاربعة. بلجنة الشهداء استضافة للهيئتين. وكذلك السجناء السياسيين. وكان موضوع المتراكم هو ما هضحيز كبير. هو اصل الاجتماع على موضوع قضية الفروقات والرواتب المتراكمة. وستاذ عبدالله النالي عبدالله النالي. اصلا كان هو في البرلمان عضو. اكيد اكيد. اكيد. ليس اللجنة كان صحب. وبعدها يعني اه تسنم رأسة المؤسسة. فكان موضوع كلش طويل. يعني كان اجابي يعني نتاج الاجتماع ايجابي ولا? يعني وعدونا ان شاء الله حتكون هناك صرف كمبالغ جزئية بالمستقبل. بس كنتم بس المهم يكون يعني يتحركون بصرف تعرف رواتب كل شوية يعني اكون متراكم كل شوية خاصة ضحايا ارهاب. دي عانون من هذا الموضوع. اه مجحة ضحايا الارهاب. هماتين عن سمعت. نعم هم ينعتم رواتب متراكمة. متراكمة. هماتين التقاعد. هم التقاعد. هذي كله. هو شنو الرواتب متراكم. هو عبارة عن الراتب التقاعدي. اللي مثلا هو القانون الفين وتسعة. همه. هم دحجة عن ضحايا الارهاب. قانون الفين وتسعة. اش وقت ان قرت معاملته? قرت معاملته مثلا بالالفين وثلاثة عشر. يحسبوه لالفين وثلاثة عشر. من الاصابة. من الاصابة او الاستشهاد الى الفين وتسعة اللي يعني اه متى قر القانون. يحسبو له هذا اه فروقات رواتب متراكمة. ابو محمد بن بغداد فضل ابو محمد. يا الله سلام ونعمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا احياكم والله ضرامجكم هذا الطيب. الله يحييك الله يحييك الله يحييك لابو محمد. ابو محمد بن بغداد عوال شهداء جسر الامة. حيش المظلومين. مش شرس مش شرس بكم. الله يعزك اي شريحة مظلومة. يعني ما لاقينا كل عنا اولا ابد انسد البيضان عدنا شهداء. اكثر من كل شهيد في البيت ثلاثة اربعة. وانو طاحب شهيد ابو ام. نعم. ما استلمتش يا ابو محمد. مجرد مجرد الطانة تقريبات اللي موناهم من الفنانين والناس اللي. يعني ما يعني ما يعني ما حالة التقاعد ما طوكي كارت شي مثلا. نا. يعني لحد الامن لا. تفضل الله. لكن الطانة بعد معاناك يعني. زيب. لكن هي تعرف الورثة والمستثيئة. صحيح. الريد لنا في الغروب. العوائل اليتامة. واضح ابو محمد. كم شهيد ابو محمد. كم شهيد عندك ابو محمد بلات احمد. شهيد اثنين. يعني انا اقول لك ما تفضل جهة جهة ليستاذك الابو. ما تفضل جهة بحثة قضية ملف الشهداء الجزء العلمي وهو العدد من الفوق الالف شهيد. صحيح. ابو. كم شهيد عندك ابو محمد? شهيد عندك ابو محمد. عندك اثنين شهداء? نعم اثنين شهداء. الاب والام. طيب. الله يكونوا بعونك طبعا يا ابو محمد. ابو محمد. هم راجعت المؤسسة بخصوص البدل النقدي. سنمت بدل نقدي. سنمت قطعة أراتعت. شهرين اركض. شهرين اركض. شهرين اركض. يا مديرية يا مديرية. حدثت معلوماتك. حولوني على الداخل. حولوني على الوطن. حولوني واستمارات. لا. هذا بس خلي خدمت. محمد هذا موضوع اجراءات الراتب التقاعد. انا ده احتي على موضوع انت ما مستلم قطعة ارض ولا مستلم وحدة سكنية. نعم. كموضوع ثالث تستحق بدل نقدي للوحدة السكنية او لقطعة الارض. هو مقدارة خمسين بالمليون. راجعت حدثت معلوماتك. المؤسسة اه علنت الذو الشهداء اللي يمتلك اكثر من شهيد من ضحايا الارهاب. وانتم مشمولين يعني بحكم جسر الامة مشمولين بهذا. راجعت للمديرية حدثت معلوماتك. اتمنى اتمنى اقرب وقت ابو محمد. اتراجع استاذ عباس. مدير شهداء المدينة الصدر. هو ميقصر الرجل. وحدث معلوماتك لان اه اكو ان شاء الله عن قريب ان شاء الله اكو صرف لجزء من البدل النقدي. قلكم. استاذي كنت اروح لك. اتمنى اكون هاي امية منك. وانت ان شاء الله اهل لدارك. ان مدد شهداء السليمان لا تنسونا. بالخدمة. 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 تؤمر. بس راجع المديرية. راجع المديرية حدث معلوماتك. لان اه انتون تستحقون. انا ما عشي عن نفسي. احشي علمات الموجودين قطية. يعني ايه. خدمة ابو محمد. ان شاء الله وسط الفكرة ابو محمد. وخصوص هذا الموضوع قضية شهداء. جسد له اما ان شاء الله اه نطلب استاذ مالك. اكيد اكيد اكيد. هنتصل بشكل مباشر. لا تصل. تصل. هو مشكلة شنو استاذ دكتور حازم. مشكلة بغداد. مشكلة عظيمة. يعني القطع الاراضي لا. ما تفى بالغرض. يعني يعطوك بالنهروان. صح صح. يعطوك بالعسينية. لا لا بيتم بتجعل بدل النقدي. يعني. نعم احنا معاهم اكيد. ولكن اكون اكون مبالغ مادية ومخصصة. عدنا ثلاثمائة مليون او ثلاثمائة مليار مخصصين لضحايا العمليات الحربية. عفوا انستاذ مالك. ايه هسا في اللحظة ان شاء الله قد انت. يعني انتم هاي المشارع بسماية وغيرها وغيرها. ما لكم نسب لكم? يعني اه صراحة مشروع بسماية اه تقريبا قبل اه سس سنوات احطوا خمسمائة واحدة سكنية. فقط. خمسمائة. المؤسسة بالكامل. المؤسسة بالكامل. المؤسسة كانت بس ضم شهداء ضحايا الجرام حزب البعث. من ضم ضحايا الارهاب. صح صح. ورئيس المؤسسة من استلم المؤسسة وكذلك الرؤساء اللي سبقوا. كانت اليهم زيارات متعددة لهيئة الاستثمار. اعتبار مدية بسماية تابعا. صح. وكانوا يوعدوهم بانه هنالك شقاق ونالك وحدات سكنية خاصة لشهداء. ولكن. لا شيء. حتى راجعوا بمسألة اكو هيئة الاستثمار تمتلك اه خطع اراضي موجودة في اماكن جيدة. قلونهم بانه حاولوا يعني تخصصون هدوي الشهداء. ونقدر احنا نبنيها المؤسسة من خلال البدل النقدي. نعطيهم شقة. ام عباس. نعم. عفوا انستاذ مالي. بالخدمة. 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 المناقف. انستاذ عبد الرحمن وام عباس. عبد الرحمن تفضلوا. السلام عليكم عبد الرحمن. السلامة والبركات. عيوني انت تفضلوا خدمتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن مكمل علوان استشهد بالشرقات. بالشرقات. اي بني. الله يرحمه الله وبركاته. بالشرقات استشد. والمعاملة بالشرقات. الله منها البغداد. طالب كان بالمعهد. زيان. لحد الان المعاملة والتفضلوا عليها رفض لعدم ثبوت الادلة. زيان. جبنا دليل انها موجودة شاعات الوفاة وانتها موجودة شاعات بالموسط. مم. جبناها وبها تفضيق وبها كل معاملة. حقنا على المعاملة تدزوها المواجد في السبغداد ولحد الان ماكو اي نتيجة. صار سنة. صار سنة. استاذ عبد الرحمن. اي عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن انت قلت يعني توفى بالشرقات. اي. وجاب شاعات وفاة من الموصل. اي اي اي. ما عدا ادلة كانت. يقلها ما كافي الادلة. فجاب من الموصل. تعرف اليوم اكو لجان فرعية في كل محافظات. هي مسؤولية وتترأيسها قاضي. بس يقل المعاملة ببغداد. معاملة وين ببغداد استاذ عبد الرحمن. صار عبد الرحمن. صار عبد الرحمن. خلينا حشي. اذا اذا هو ما باقيانا خل نشرح له. باقي. باقيانا. هي تسمعنا عبد الرحمن? نعم. وين المعاملة? دار الضحايا المرهاب اللجان اللجان الفرعية? حضرت نعم. بالمؤسسة مع تلسلة تقنيت. نعم. 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 اتحولت إلى بغداد. قالوا لي المنفوضة. سوين اعتراض عليها. حولوه البغداد. نعم. هناك لجنة. لجنة دراسة الملفات في بغداد. لجنة الا. اه. اه. تدرس الملف. تعرف هذا الملف في رفعه. سنة. لا. مو. اشوف معاملة او شي عاد يحشي بالتحويل. انت سنة صالها متحولة البغداد? صالها سنة. صالها سنة. ناخذ رقمه? احمد ناخذ رقمه. تابع احسنت. اي واحد. عبدالرحمن عيني. عيني. لا سد التليفون. ابقى تليفونك مفتوح. الكاتر والاخوان رح يحضون رقم تليفونك. رح يتصل بكم استاد مالك ان شاء الله. رح يتابعون المحاملة بشكل مباشر. بالخدمة. ام عباس سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا من الزوج الشهيد. الله يحمد الحمد الواسع. فضل. نعم. مفتلشهد بالموصل. زين. يا سنة. عسكري ومدني. عدد فع. عدد فع. زين. مم. يا سنة قبل عشرة سنة ما تموه. لعن بي لطمحش. هو ما انتساب. اي عسكري. اي بني اتفضلي. اه 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 داعش استشهد. مم. طلع لرقم التاريخ من قطعة ارب. شون? يعني اي صل احول اله قطعة الا دخل. مقدم لكش. Steam уб sound? انتت مم وين قدمت قطعة الارض? طلعت لقطعة ارض? اا طلعت لرقم التاريخ ب7 البور. طلعت عرق متاريخ ب7 البور. 7 البور. يا من سكنة بغداد. اي انت من سكنة بغداد وام عباس. اي من سكنة بغداد. اكيد اكيد. اا بتراجع了 المؤسسة هي عَلَيَا مُدِيرِيَا؟ عَلَى مُدِيرِيَةِ أمِنَاتِقِيًا؟ فهي اللي بزيونة مع دور البباط زيونة دور البباط ها على شهداء الدفاع طلعتنا قطع وعنى سؤال تاني؟ يجب عليهم تقدم على شهداء الدفاع يعني يعني على مؤسساتكم؟ لا مو يمقدمة على طريق شهداء الدفاع أنتم قدم على مؤسسة على شهداء الدفاع؟ يعطوهم قطع اراضي يقدم تاني على مال الدفاع فهذه الموصلحية المستحق بلد رحمة، أنا هسا تقاعد التقاعد أقل شي رات بجقد يعني أنا رات بجقد بس أنا خاص مئة وعشرين ألف جقد؟ مئة وعشرين مئة وعشرين؟ أكون غير مستحقين؟ بس أنا أطفالكم؟ أنتوا أطفالكم؟ أنا أطفال ثنين، أطفال ثنين لا أحد يأخذون، بس أنا مات في مئة وعشرين أثنين عندي ولد كم واحد مستحقين؟ ماذا يعني؟ لأنه هو أبوه متواصل، أمه متواصل بس أمه، ما أقول مئة وعشرين يعني؟ لا لا، هس هم ثلاثة؟ هم إيه؟ هو إيه وأطفالها هي وأطفالها؟ أنا إياهم ثلاثة، بس أنا رات بي ينقطع لمدة سنة رات بأس عليه، رجعان مئة وعشرين والسنة من قام إياها يعني لحد الآن أم عباس، أنت متأكد هم حاسبين شهيد؟ معين؟ متأكد هم حاسبين شهيد؟ إيه شهيد، وعندي شهيد، وعندي شهيد الوفاق طيب أم عباس، معباس، أنت مراجعة لمؤسسة؟ مديرياتك؟ رجعت، رجعت التقاعد العسكر الزيوني، هاي الجديدة لا، ستة، ستة، هذا كلها تابع الوزارة الدفاع أنا دحشة على مؤسسة الشهداء أنت مراجعة؟ أين رجعت؟ يا مديريات؟ والله، رحت المديريات، ما رحت عليها والتقاعد رحت عليها، يقولولي حمدي ربك، وشكري عندك راتب، غيرت مراجعة لا، ستة، معباس، معباس، خلا خدمتك، أنا بخدمتك شن يوم؟ أنت مراجعة، مؤسسة الشهداء، أين راجعت؟ يا مديريات؟ مؤسسة الشهداء الرسمية، ومؤسسة الشهداء، يعني لهم البوابة الكرق ربك؟ أي لقيت بيانات، مال شهيد، إلى؟ موجودة بياناتها كلها، وحتى أخذتهم أربع ملايين ونص آني وأبو ببطيثة، أبو آيش، هم طلعت عدهم طيب، لماذا راتب تشيتي؟ ما أعرف، يعني الثاني بس ألتهم، لأننا نروح، ملحوظ للتقاعد، أنا ما حد ينطينا الدواب من 900 إلى مليون ومثين، إذا كان عدد العائلة ثلاثة نفرات، يحسبونهم 900، أكو اشتباه بالتقاعد زين، ناخذ رقم تليفونهم؟ ناخذ رقم تليفونهم، نتابع، 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 نتابع موضوحها أنا أقول لك، مو أنا وأولادي مية وعشرين، أنا راتب واحد مية وعشرين أولادي شجد يأخذون، مجموع الراتب شجد، أم عباس؟ مجموع الراتب، أنا وأولادي مليون ومية وعشرين تقريباً هذا أم عباس، أم عباس، هذا قسام شرعي، وهو يعني هذا الموضوع مو خاص بالمؤسسة، هو قسام شرعي ويروح للتقاعد، والتقاعد على حسب القسام يوسع أولادي إذي أنا مشمولة بالتبديل، البدن لا لا هذه البدن النقدي مشمولة هي؟ أنت مستلمة قطعة أرض، أم عباس؟ ما مستلمة، بس رقم طارق طالع لماك، وكل ما راح، لهم مسألهم يقولوا لماك شيء لحد الآن رقمه تاريخ شنو؟ رقمه تاريخ معاملة؟ لو رقمه تاريخ؟ ما القطعة على ساسنطانية، بس من أروح أسأل بالبلدية، ما السبع البور يقولوا لماك شيء شوف أم عباس، أول شيء، إذا أنت ممستلمة، أول بداية متقدمين، راح يقولوش تبين عدم استفادة صح راح تروحين للبلديات، ما البغدار راح يطوش، راح يطوش أنت مستفيدة فإذا أنت بأنه تقولين هذي ممستلمة، روح يجيبي كتاب من البلديات، يدل بأنه أنت ممستلمة قطعة أرض، وقدمي على البدل، قدمي يعني البدل اللي يصير، هو يصير إذا ما مستلم قطعة أرض، ولا واحدة سكنية، ما مستلمة، إذا ما مستلمة أي، بس إذا تجيبين عدم استفادة، قدمي على البدل، إذا تجيب عدم استفادة، عقد عدم استفادة، عقد من البلديات، ما للسبع البور؟ لا، البلدية سبع البور، بلديات بغداد، إذا طلعت لش عدم استفادة، فإنه أنت ما عدم شيء، قدري تقديم المؤسسة إذا نتقدمين على البدل، حاليا لبدل فقط الشهيدين، أي، إحنا نقدر نتصل، عم عباس، حين نقدر نتصل حساب مدير البلديات سبع البور، الأخ سيد لواي، مدير العلاقات، قال هسا نتصل، فس المشكلة، ماكو فائدة، ما عدى وليات، حتى نشوف بيانات، ما عدى البيانات، فإن شاء الله يا عباس، مثل ما تفضل أستاذ مالك، جيبين عدم استفادة، أما من مديرات البلديات اللي هي موجودة بساحة، بلندلس، بلندلس، خلف البنزي خانة، سادits جايشي، مدير البلديات، نانسية جايشي، م flyatch اللي هي مالبط بلندلس، هاعي بلندلس. ماذا رحيوا إلى هو، أما بحاجة الطلاب، ها هي الحاسب البور، أما الأوليات أصاً موجودة عندهم، نعم للكم استفادة من الق Tulsa وإما لا، اذا لا تعطينا هذا الكتاب، ها هذه المؤسسة تقتربية مدنونه، شرحي تمسنا عن فتبه من الافتنسية كذاتية، شاء الله اصلاً تمنعنا أيضًا، مثلت الراتب التقاعدي، نوبة، صيد على قسام الشرعي، يوزع لذلك اكو عوائل تصلها 120 أو 200 أو كذا شوف الراتب التقاعدي ما الشهيد ما يعادل ثلاثة أضعاف أدنى راتب التقاعدي اللي هو 400 ألف يعني يصير مليون ومتين ولكن اكو عوائل تستلم 900 اكو عوائل تستلم مليون هاي وين موضوحها موضوح هاي من التقاعدي وناقشوها كذلك بجلسة السابقة اللي عرجنا عليها على الموضوع ناقشها رئيس مرسل قال لهم لا أنا قزدي بالجلسة صارت في لجنة الشهداء قال لهم راجعوا القوانين موضوع توزيع الرواتب لابد يكون إلى تعديل هو كل شهيد إلى مليون ومتين بعد عدة 6 نفرات عدة 5 نفرات تقسم على القسم ليش اكو شهداء يوزعوهم ولش اكو شهداء يطلهم 900 واكو شهداء مليون ومليون وخمسين مثل ما عباس تقول انا مليون وخمسين وينما تستحق مليون ومتين فأكون إن شاء الله وعدهم من هيئة التقاعد بأنه يراجعون هذا الموضوع ممتاز البدل النقدي صاد مالك يعني هل هو كل شراحة الثلاثة اللي تنظر تحت المؤسسة هو المليون لخمسين مليون لا احنا عدنا قانونين قانون مثل ما عرجت بداية الحلقة معاكم قانون 2-16 يشمل شهداء ضحايا جرام حزب البعث وشهداء الحجد الشعبي وعدنا قانون 20-2009 المعدل 57-2015 هو يشمل جرحة وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الرهابية القانون الأول مقدار للبدل هو مقر من قبل القانون مجلس النواب يعني المؤسسة ما لا دخل هو جهة شريعية هي قررت هذا القانون بدل النقدي الخاص بهم هو مقدار 83 مليون أما القانون الثاني فبدل النقدي الخاص بي كشهداء هو 50 مليون اللي ممسلم قطعة ترض أو وحدة سكنية الجرحة البدل النقدي رئيس المؤسسة بعث كتاب للأمانة العامة حتى يعني يبينونه بأنه ما مقدار البدل النقدي الخاص بالجرحة تعرف الجرحة أكو عدهم نسب متناسبة يعني من 75 إلى 30 هذول يستحقون بدل النقدي ولكن حسب النسب لذلك رئيس المؤسسة بعث كتاب للأمانة العامة يستفسر منهم عن هذا الموضوع حاليا البدل النقدي لشهداء جرائم حزب البعث وشهداء الحشد ماشي كيف لون ماشي؟ أكو تخصيصات أكو وجبات استلمت قبل 2014 ولكن من 2014 لحد 2019 كانت ما كوا بالموازنة لهم بتخصيص يعني بهذا الموضوع عوضوهم بعدها سكنية وكذا ولكن بعدها رصدونهم مبالغ بس شهداء ضحايا الجرام حزب البعث وشهداء الحشد ضحايا العراب ما رصدوا لهم مبالغ وقلت لك ما رصدوا لهم كانوا ما يعطوهم أي شيء كموازنة المؤسسة ما يعطوهم ما يخصصوهم خصصوهم بالتقاعد كرواتب بغتراكن فرئيس المؤسسة بأنه أوعز قبل فترة أوعز شهداء جرام حزب البعث وشهداء الحشد الشعبي قلهم ليش البدل النقدي يتوقف وأكو تخصيصات مالية لتجينه فخلني المشي كجزء تجي مثلا مشي على عشرة عشرة بعدين الوجبة الثانية طبعا هو ما أخذ كلهم ده يمشي لحالات المستعصية الكبارة بالسن الأكثر من الشهيد هؤلاء يعني احنا ما نريد نجزء يعني ونخصصوه لكن أولوية بالموضوع فصالت عبارة عن شيئات الحمد لله يعني قبل فترة رئيس المؤسسة موجه كتاب لكل المديريات المؤسسة وجه لهم بأنه يرفعون كل معاملات شهداء الضحايا جرام حزب البعث وشهداء الحشد الشعبي اللي ما منستلم بدل نقدي بأنه يرفعوا حتى يتم توزيعهم أما شهداء ضحايا الأرهاب رزدوهم مبلغ تقريبا 100 مليار بقانون الدعم مثل ما بينا مسبقا وجه بأنهم المديريات وجهنا بأنه كل بالإعلام كل يعني حتى أنا عارف أن أتفاجأ من الأخ قبل فترة قبل شوية قد نتصال ما عد علم موضوع البدن النقدي عد شهديا من جسر الأمن صح ولكن يعني المؤسسة من تجي وتراجع المديريات شن هذا العدد ثائل رئيس المؤسسة وجه بأنه شك واحد عد شهديا من ضحايا الإرهاب يراجع المؤسسة يحدث معلوماته لغرض شموله بجزء من البدن النقدي وإن شاء الله المعلومات تصلنا ولكن أكو مشكلة أكو مشكلة وين؟ موضوع الأخة اللي عرجت عليهم ما العدم استفادة أي أكو تلكه من المحافظات بعض المحافظات يعني تلكه موضوع بيان الاستفادة المؤسسة خاطبتهم تريد منعدهم دوي ضحايا الإرهاب اللي مستفيد من قطعة الأرض حتى لا يشملهم موضوع البدن لأن بالقانون اللي مستلم أكو فتر إجابات تحديث البيانات أكو فتر إجابات لا لا مفتوح تحديث البيانات مفتوح مفتوح تحديث البيانات وأريد أعرج كذلك رئيس المؤسسة شوف ضحايا الإرهاب مستمر موضوع ترويج معاملاتهم ولكن أكو يعني من 2017 يعني لابد أن نراجعون أكو بيهم مقدمين ترويج معاملات فأعطى فترة قبل فترة يعني الشهر الثامن بأنه نايت شهر الثامن يتوقف أي ترويج وراه العمليات الحربية شهدان العمليات أو الجرحة بعدها مددها شهر للتاسع وهس بداية العاشر رئيس المؤسس مددها لنهاية السنة حتى يروجون معاملاتهم اللي هو ما مروج معاملة أكو يعني هسا أنت تتوصل رسالة أي مواطن من ضحايا الإرهاب ما مروج معاملات لا بد يراجع المؤسسة بأسرع وقت الفرعية للمؤسسة لا المديريات حسب مديريات حسب الرقاة الجغرافية حسب الرقاة الجغرافية يروج معاملات إلى نهاية هذه السنة إلى نهاية السنة يعني إحنا عدنا هسا يعني الحمد لله إن شاء الله يستمر الوضع بالوطنة وشوية هدو وأمان الحمد لله راح إن شاء الله هذا الزمن اللي هو التفجيرات وكذا يعني لعدة معاملة لابد أنه يسرع بترويج المعاملة أعداد هائلة لابد أن تتم الحسن بها أحنا ما بقالنا دققتين تقريبا بيطل على 300 مليار للدعم الغذائي 300 مليار شون تقسمت؟ تقسمت 100 مليار دينار طبعا خلني قول 100 مليار دينار عراقي هو للبدل النقدي بدل النقدي المن لكل ضحايا الارهاب لا لا ضحايا الارهاب لا لا الشهداء الحشد وشهداء ضحايا جرامز البعث عدهم عدهم تجي بواحد على 12 تجي تخصيصات واضح واضح حتى يمشي هذا الموضوع و100 مليار الثالثة الأخيرة اللي هي الخاصة بمبلغ الدفن هواي عوائل من شهداء اللي هي خمسة مليون الخمسة مليون ما مستلمين ونتظر المبالغ هسأتهم لا خليتوها على الناس هي تتفق وخلالها على حساب العامية ما يشسمونها الدفاة ولا أنتم الدولة بالطيوب احنا الترج هذا الارهاب نضموا حديثا المؤسسة بوقت أي صحيح يعني بوقت داعش يعني للأسف تعرض البلد ب2014 نضموا كانوا تابعين مجالس المحافظات حتى قانوا يعني كان مجالس المحافظات فرجعتها المؤسسة ونحن بخدمتهم اقتزاك الله أستاذ مالك يعني بصراحة مجموعة كبيرة من الأسف يعني هذه الأسف كلها موجودة طينا فرصة للمواطن بصراحة يعني هدفنا ونأتمنى كل حلقة إن شاء الله وانتم يعني مشكورين بأنه تعبكم ويانا كل حلقة بأنه تفتح اتصال أوه إن شاء الله إن شاء الله هاي ثقة بالنفس جميلة يعني يعني يكون ألاف المواطنين من شهداء ومن جرحة يعني هاي ثقة بالنفس يقوله خلف تحت صراحة كل موظف بالمؤسسة كل موظف بالمؤسسة من يعني من معالي رئيس المؤسسة إلى أصغر موظف ما ينبخس أي جهد تقديم العوال موفقين إن شاء الله ما ينبخس ما كان لله وإن كان هناك باطل التلكئات ولكن زخم العمل أكيد وما كان لله ينمو إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ مالك السراج مدير أعلام أو قسم الأعلام مؤسسة الشهداء شكرا لك شكرا لحضورك شكرا لجميع الأجوبة عفوا نحن مبتني منك فإن شاء الله احنا رح تحاوم خلال هاي الأسابيع تخديم الخدمات لأنها تخصارك الله خدمتك إذا مشاهدين كرام شكرا جزيلا لكل الأخوان الموجودين في استوديو من المخرج إلى المصور إلى جميع الأخوان لعدوا هذه الحلقة أيضا شكرا جزيلا أستاذ عبدالله لرئيس المؤسسة وأستاذ موسى وكل الأخوان اللي ساهموا بتقديم الخدمات من خلال برنامج وخدمتكم في ختاب الحلقة سيكون حلقة قادمة أيضا عن مؤسسة شهداء من لديه اتصال ومن لم يستطع أن يؤمن اتصال مع حلقة هذا اليوم سيكون لنا موعد آخر إن شاء الله السبت القادم ساعة التاسعة مثلا وستفتح أيضا الاتصالات لكم لنستمع لهموبكم مشاكلكم وتسع أولادكم أيضا حول مؤسسة الشهداء تقبل حياتي أنا معدوم مقدم من برنامج حازم الحربي في أمان لله وحفظه